موسيقى قالت صحيفة اندبندنت البريطانية أن الجزائر أصبحت مركزا ناشئا لعبور مخدر الكوكايين والموجه إلى المملكة المتحدة بعد تسجيل موجات غير مسبوقة من المخدرات التي تعبر هذه الدولة إضافة إلى حجز كيميات كبيرة بالجزائر في الثنوات الأخيرة وحسب تقرير الاندبندنت فإن عملية ضبط نصف طن من الكوكايين في مياه مدينة وهران الثاحلية أواخر الشهر الماضي كشفت الأهمية المتزايدة للجزائر كنقطة عبور في شمال إفريقيا لمهربية المخدرات الذين يهدفون الوصول إلى الأسواق الأوروبية وحتى الأسواق في الشرق الأوسط وأضاف ذات التقرير أن هذه الشحنة تعتبر هي تاني أكبر شحنة يتم ضبطها في الجزائر بعد الشحنة الأكبر في تاريخ البلاد والتي تم ضبطها في مايه 2018 والتي بلغت أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين كانت على متن سفينة شحن تحمل لحوما مجمدة من البرازيل وكانت شحنة 2018 وفق الاندبندنت قد تثببت في فضيحة على الصعيد الوطني في الجزائر حيث كشفت عن تورط العديد من الشخصيات والمثؤولين كرئيس جهاز الأمن السابق عبدالغان هامل ورجال أعمال ومثؤولين في مختلف القطاعات ولزالت القضية معرودة على المحاكم إلى اليوم وأشار تقرير الصحيفة البريطانية المذكورة أن تهريب الكوكايين إلى أوروبا والمملكة المتحدة بالخصوص أصبح يمر عبر الجزائر كنقطة عبور ناشئة في إشارة إلى أن مهريبي الكوكايين من أمريكا اللاتينية بدأوا يعتمدون على التراب الجزائري كمعبر جديد بعد تضييق الخناق في المعابر الأخرى وكانت تقارير أمريكية كشفت في وقت سابق أن منتجو ومهريبو الكوكايين من أمريكا اللاتينية بدأوا يعتمدون على طرق وأسواق جديدة بدل الاعتماد فقط على الثق الأمريكية والمعابر المؤدية إليها حيث وجهت شبكات الكوكايين أندارها إلى أوروبا كتاني أكثر مستوردية الكوكايين في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية ولجأت شبكات تهريب الكوكايين إلى القرى الإفريقية لتأثيث معابر جديدة آمنة تمكنهم من الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر دول غرب إفريقيا مرورا بالجزائر بعد تضيق الخناق عليهم في المغرب خاصة بعد ضبط الثفينة المحملة بالكوكايين في الثواحل الجنوبي للمملكة المغربية منذ عدة ثنوات هذا وتجر الإشارة إلى أن هولندا أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين من براميل هريث الموذ في ميناء روتردام في واحدة من أكبر شحنات المخدرات المضبوطة وكانت مخبأة في حاوية متجهة من الإكوادور إلى بازل في ثويثرا وتم العثور عليها في الميناء خلال عملية تفتيش الروتينية وكشفت الثلطات الهولندية أن القيمة المالية لهذه الشحنة الضخمة من الكوكايين تبلغ حوالي 225 مليون دولار وقد أمرت الثلطات بإطلافها قرر المغرب رفع دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية بتهمة تشهير حسب ما أعلن المحامي المعينة من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله إلى فرانس بريس يوم الخميس وأفاد البيان بأن المملكة المغربية والسفرية في فرنسا شاكيب بن موسى كلف أوليفي باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بتشهير نظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بتجثث باستخدام البرامج الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائي الأولى في 8 أكتوبر المقبل أمام دائرة قانون الصحافة لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريبا وقال باراتيلي المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسية لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهثين المنظمتين الذين قدمتا عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت وأضف المحامي تعتبر الدولة المغربية أن توجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من الثهلة استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات والصنكر المتحدث محاكمة دات دوافع إعلامية لأثاث لها وتم اختلاقها لذعذعة استقرار العلاقات الدبلوماثية العميقة بين المغرب وفرنسا وتنوي المملكة المغربية عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشر في الأيام الأخيرة دون عقاب ودافعت الحكومة المغربية عن نفسها بنفي امتلاكها برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصالة وقالت الحكومة في بيان المقتضب أن المغرب القوي بحقوقه والمقتنع بوجهة موقفه اخترى أن يثلك المثعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي للوقوف في وجه أي طرف يسعى إلى استغلال هذه الإدعاءة الذائفة من جانبه أكد كريستيان كامبون رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسية يوم الأربعاء أن المغرب بصفة شركة استراتيجية لفرنسا يتعرض لحملات تشويه صحفية تهدف إلى ذعذعة استقراره وفي رد على مزعم اختراق المغرب لهواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي جدد كامبون وهو أيضا رئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والقوات المثلحة بمجلس الشيوخ في تصريح صحفية تضامن مجموعة الصداقة مع المملكة التي من الواضح أنها موضع اهتمام خاص من حملات الصحافة والتشهير مع اتهامات خطيرة جدا وفق تعبيره وذد المثؤول الفرنسي قائلا لكن عند توجيه الاتهامات عليك أن تتحمل مسؤولية البراهين مشددا على أنه حتى تثبت إدانته فهذه مجرد قصة تستمر بانتظام وفي وقت سابق من اليوم قرر المغرب فتح بحث قضائي حول ما كشفته تقارير إعلامية أجنبية بشأن تجثث على شخصية وطنية وأجنبية وأعربت المملكة المغربية عن إدانته الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة التي تروج لمذاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة